ورشاة مفتوحة وحركية في إنجاز المشاريع المنطلقة ضمن البرنامج التكملي الذي حظيت به ولاية تيسمسيل والهدف إلى فك العزلة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن مقابل كنت متعطلة كنت محافرة كنت ما تسلوحش سماقا ما تسلوحش واليوم راح أمليحها كي رغم بداية الأشغال راح أمليح احنا هذا الطريب كنا قاعمة وقعنا بلما تخدم الناس ما تخدمش منه مستحيل ينوم اليوم كميش شأنانا كيشتانا فرحت كنا شوفوا فيها غيحة وادة فهناية واليوم الحمد لله مشروع كما نقوله القمة معناتها مشروع في بلاستو تنمية حاليا بالنسبة للتستمسيت بدأت وشأن يكون مشروع إن شاء الله الضخم هذا وينتظر في قادم الأيام إطلاق مشاريع أخرى بعد تقدم إجراءات اقتطاع العقار الفلاحي الذي كان يشكل عائقا أمام تجسيدي هذه العمليات من مجموع 97 عملية تم الإنتلاق في 34 عملية 17 عمليات دراسة متقدمة بها بنسبة تفوق 60% مثلا طريق المزدوج الوطني رقم 14 دراسة تجاوزت نسبة 85% فيه 18 عملية تجاوزت مرحلة الإعلان عن السفقة كان فيه العائق الكبير في ولاية السمسيت وهو العقار فقمنا بإعداد ملف شامل وكامل لإقتطاع أراضي غابية وفلاحية هي مشاريع ستعود بالفائد على المنطقة وسكانها مع إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية في كل الميادين